سلمة طب اسمع الموقف دا شيخنا كان فيه امرأة في العراق رجل في العراق اسمه سليمان كان رجبا صالحا وإحنا عايزين نقول التربية بصلاح الآباء انت وانت صالح ماذا قال الله في سورة الكهف عن الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا هذا الرجل بصلاحه حفظ الله ذريته من بعده وقال الله وليخشى الذين لو ترقوا من بعدهم ذريتا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ابناء رصيد اذا متى ابن آدم قطع عمله من ثلاث منهم ولد صالح كلمة صالح دي رصيد ينفع الانسان في قبره طبعا شغله مع ابنه طيب فاللهما صلي وسلم على ربينا محمد فكان فيه في العراق رجل صالح اسمه سليمان تزوج من امرأة سليمان هذا يعني امرأته حملت قيلة ماته وهي حامل وقيلة ماتت متى بعد الولادة وبقيت الام وطفلها الناس كلها بعين الناس اللي في زمنه لك يعيني الولد مات ما شافش ابوه ابوه مات وهو طفل صغير الولد منها يربي منها يكفل انظر بصلاحي هذا الرجل احد ائمة هذا الزمان عاصم ابن ابي النجود امام القراءة يتزوج من هذه المرأة ويربي هذا الطفل من هذا الطفل بقى سيدنا حفص ابن سليمان صاحب قراءة حفص الله الله صاحب قراءة حفص الذي مات دون ان يرى ابا ابوه مات ما شافوش او مات هو طفل صغير في بعض الروايات فيتربى حفص ابن سليمان في كنف عاصم ابن ابي النجود يبقى ربيب سيدنا عاصم ابن ابي النجود امام القراءة في زمانه يعني الامام احمد يسأله ابنه عبدالله اي القراءة احب عليك قال قراءة نافع يعني زوج امو هو اللي رباه وصار صاحب قراءة واشوف وكان حفص ايضا يقول لعاصم يا ابتي يقول له يا ابتي ان شعبة يخالفني الامام شعبة و Länder ان عابس شعبة عن عاصم حفص عن عاصم فيقول لي ا breast ان شعبة يخالفني يعني يقول له متتو انا اقول متو يا ليتني متتو قبل هذا فيقول يا ابني اقرأتك عاصم بيقول لحفص يا ابني اقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي بما أقرأه به علي بن أبي طال وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش بما أقرأه به عبد الله بن مسعود بس كله رايح في حتة واحدة شوف الجمال الشاهد هنا بقى سيدنا الأب حتى لو أنت زونك الأم لك دور مع ربائبك في البيت شكرا